مرحبا سعيوب مرحبا مرحبا معنا في البلاتو كل من جمال سطيفي محمد الروحلي أيضا عبدالحق السوادي بداية شكا ننقوكم على انتصار بعد دائما فريق الحسانية يسؤال أول غير كما دخل الحسم بدأ شهر حاسم للراجة في سيرة على الدوري وعلى كأس العرش كما كسمو سيير يمكن يحدد مصار الموسم رياديا عديل من ناحية الشك الرياضي بالنسبة لنا نعتبر بأنه موسم إلى غاية اللحظة حققنا في الهداف الرياضي وأنه سرع مازال على اللقاب البطولة وكذلك أصل عرش مستمرين فيه الحضوض مزام العمامة بين جميع الأطراش لا سواء إحنا لا سواء ندي الجيش المعلكي كانت منه الحض إذا ما يحالفنا ولماذا إن شاء الله أنه بالصوعة النهائية دينا والآمل للطاقم التقني والأيبين أنه نقلقه المفاجأة ونقلبه سلم ترتيب لأخير الضوض نعم 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 كنا متبعين كنا الفيلم ديال أكسل مايو غير كل أسئلة مفتوحة للجمال والسوادي أيضاً الروح ليهوم معانا خط مفتوح يعني في ديق قادي يعني كانت غير تكون ضربة قوية جداً كنا نضم مليار ونصر شعنات القادي ديال أكسل مايو أيضاً ديال ليش شفنا البالغ فيه مليار ومئتين وش كانت طالبوا مليار ومئتين وش كانت إمكاني الراجع أن تبشي لها مليار ومئتين تبشين عند لعب أكسل مايو شوفوا دبا القضية تحكمت اليوم لدى الجدد النزاعات بالفيفا هذا حكم ابتدائي بالنسبة لنا احنا هذا حكم ابتدائي ما زال عند طرف تاني الحق في الاستئناف لدى المحكمة الرياضية دولية تص إذا حباد هذا الطرف في الاتجافة في المصار هو بجموعة العقد ديال أكسل مايو الموقع هو تقريبان في حدود واحد سامية مليون سامية وخمسين مليون سنتيم للمواسيم التالك اللي وقع له دونك احنا مبدئيا وابتدائيا الدفعات ديالنا اللي دفعنا بال لجنات النزاعات ارتأت أنه ببطلان دعواء الطرف تاني دونك هذا هو كل ما يمكن لي أن نقش فضل الموضوع خليجوشي موحامي خليجوشي موحامي كندون خاص لا احنا المكتب المديري فوق تولينا المسؤولية تم تعاقد مع مكتب محامات دوري متخصص في النزاعات الدولية اللي هو سبورت ميكر ولي شرف على قضية ديال أكسل مايو بقي القضايا المتنازع عليها سواء لجنة نزاعات لدى الفيفا او لدى المحكمة الرياضية قصة على الأستاذ مصر الدين عزام في حين أنه نزاعات المحلية ديالنا لكنا داخل لجنة نزاعات العصباء او لفت الجامعة او لفت الحكمة تحكيم مرياضي المغيبي فتحف على اللجنة القانونية ديالنا بيها بأسد أستاذ أبضلاء بيعوين وكذلك الأستاذ لطقي والكاتب الآن خليد فتكين مهم غير بدأ الأمر الرئيسي كنظل لي كتسألي الجامعة قمشي معكين القادية دياللي بريم كم زرت بوليميك دياللي بريم مرتبط لها بريمة ديالراجر أيضا بريمة ديالندي أخرى ودرت بوليميك كبير في الإعلام غير قبل كان عرفوا أن غياب ديالرئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بوضريقة من بداية الشطر الثاني ديالبوطولة الوطنية كي غدا الأمور بدون بوضريقة واش المستقبل بدون بوضريقة العاديش كون كثير دابة طابعة علاقة بوضريقة بالنادي حاليا أسئلة عاديدك ترشابط بإسم رئيس النادي بوضريقة وممكن نعطيكم وقت الإجابة عليها عاديلها لا سيئيو بنسوك واحد سوء فنظارك انتو كيفاش كشبنك أمور غدا؟ النادي المرتبة الثانية في البطولة مع لقاء مؤجل ضد بلندة بركان العبور للموابع الدهابي في كأس العاش ضمان الاستمرارية والعمال الاعتياذي دير مؤسسة نادي الرجاء الرياضي ما هو رأي لها الكرسية أيوة؟ نحن نرى رياضي الرياضي الرياضي الأمور جيد ضاهرياً ضاهرياً الضاهر عندنا هو الرياضي ومش بشك تبلغ انتخب اللي كانت منه للشفاء بالمناسبة ضوء مهم والغاية للوحدة فهو على تواصلين دائم مع جميع أعضاء المكتب المديري ويصر على تدبيع العديد من الملفات بنفسه هذا صراح وبالإضافة إلى ذلك أنه المؤسسة يجب أن تكون قائمة بذاتها لأنه كنسي محمد داخل الأرض وطن أو لا خارج الأرض وطن نحن نعرف بأن هناك أحياناً في الحياة ضعوف قاهرة ويقدر يكون الرئيس داخل الأرض وطن ما يقدرش أنه يمعنص المهم دياله فلذلك نحن نحاول نوضع المؤسسة فوق السيطة الصحيحة التي لا تعتمد على الفرق وإنما تعتمد على جميع المكونات دياله للعجالات دياله المؤسسة خسر كلها في نفس الوقت بالنفس الديناميكية والنفس الحركية من أجل السير العادي هذا هو إلي كنسي بحثوب على تنزيل براميج الحكامة وتنزيل الإحترافية بتدبيع التسير يجب إحنا أن نتخلص من النظري لأن المؤسسة تكون مرتبطة بالشخص إحنا هذا هو بين المحاور الستراتيجية اللي كنحاولو كنمتصب أنه ننزلوها ونشتغلو عليها في إيطار أنه الإنسان يشتغل داخل واحدة المؤسسة في إيطار نقران والعمل بصدق وبيجدها وفق ما تمليه هدافات التحمولات والقوانين المعمول بها وأعتقد أنه الآن نحن على ما شاهد نهاية الموسم لا يمكنني إلا أن أشكر جميع أعضاء المكتب المديردي معنا على العمل الجبار لدى هذا الموسم هذا وما زال مستمرين فيه لأنه ما زال محتنى شي دينا ما زال كلها ملعوبة رياضية الإخوة كلهم يعني ممكنش ليمجان نقر في أسماء باش من سبني تشي واحد وإنما الجامع يقوم بضوعه من المكان اللي هو فيه باش ان هذه المساسة تستمر وباش نحقوا المطامحة الجمهور دينا نصيب النقطة الأساسية لكسنا نحن كموسييرين وإحسنتم كإعلاميين تعاونونا فيها اللي هي يجب الفصل في الحوارات دينا ما بين الأهداف الرياضية والأهداف التراتيجية لأنه ولأسف نحن ما زال الآن كنا نشتغلو في إطار المدى القارب وفقت احنا احنا اهداف قصيرة المعدة اهداف متوسطة المعدة واهداف بعيدة المعدة احنا كنحاول نسلومة بين شقق الرياضي وشقق التلبيري والهيكاري والإداري لانه لا قد ضغط الله لكنه الموسم ربما سكون لدينا نتائج رياضية اللي ماشي احسن من ما تم تحقيقه في سنة الماضية لا قد ضغط الله لكن في نفس الوقت يجب ان نتطالع على جميع الانجازات الاخرى التي تحققت في العديد من الاوراش وكانت تقضي بانه في مكان الزمن المناسبين ان شاء الله حق الجامع العام دي النادي الرجاء الرياضي سوف يتم طرح جميع الاشياء التي تم تحقيقها اللي مكتبانش لكم انتوما الان اللي هي داخلية تخص إعادة الهيكالة الإدارية والمالية والقانونية والتصويقية دي المؤسسة النادي الرجاء الرياضي سوف يتم طرحها للنقاش وليتتداول فيها ونعطيه نسبة لتحقيق الأهداف اللي كنا نحن وضعين للصدر المنخارطين ومنخارطة المشكورين تومما كذلك للدعم ديالهم اللي كان معنا الموسمات كان دعم أكيد وكان دعم مهم اللي خلال أعضاء المكتب مديري يستمروا في العامل رغم الضروف القانونية كيف ما كنقول لك لانا مؤسسة النادي الرجاء الرياضي فتركيبة ديالها كيفاش هي تاريخيا كتشتاغل رغم الأمور واضحة رحنا ما كندوش هذا شي حاجة شي علم جديد رحنا دائما إذا أرجعنا للجميع التقارير المالية في هذا 15 سنة الأخيرة أجغل ديالقاءه خلقوا بأن هنا هذه العزاء الرياضي يعتمدوا على التالي أولا يعتمد على مداخل الجماهير دياله هذه ما كانت دابا في الملعب أولا أولا لأنه نحن كنادي أنا لمشي كنترح أرقام من الخيال أنا دائما كان أتعمد عن المواطعيات اللي هي موضوعة في تقارير المالية اللي كتوضع نسخ منها عند الجامعة وعند الأصباء وكتمشي كذلك في إطار اتفاقية المقاعمة لزورغانيقام إطار تيك سواء كان جيدة مدينة أو الجهة اللي كتوصفها تقارير وكتبين بأن هنا لدرجة أرياضي أو المداخيت الجامعة تطاعها وحماية بين 29 مليون تهم و33 مليون تهم هذا المدخور الرقم واحد هذا الآن سنقول بأنه الغيثة للحظة لكنه إلى 29 مليون للخسائر حيثوها كيف قال لنا المستشهرين والعمليات التسويقية العمليات التسويقية المستشهرين وما كذلك مشكورين أنه هذا العام تفهموا الوضعية وتفهموا القوى القاهرة التي كان عنهم منها واشتغلوا معنا بجدية وهذا كبين المستوى ديالله في دليت اللي كينما بين العلامة لدينا درجة رياضي ككين ورعا نقل كتبطوا مع المشيين بأنه أكثر من علاقة إيجائية وهذا شيء نفتخر به ولمنسب نشكر جميع الشعور الاقتصادي ديالنا المساهمة ديالهم في ضمان سيادية مخصصة مهمة ديالهم الباب سي محمد روح لعندك شي سأسأل وين تبعت تدخل ديال سيادية لازم برافو كان دقيق ويني واضح في التعليل دياله صحيح بالنفقة رغمت دوره في اللي كتعيشها هذا مصيرا متوازنة لمستوى البطولة وكأسلع شونا الدليل والنتائج الآن غير أنا بغيت أرجع معه الغياب ديال الرئيس هذا طوح تفسير إيجابي وهذا من حقول لأنه رجل مسؤول داخل الفريق ولكن شوف عقليتنا مغربية وصحيح بإنما ما كانتفاج في الاتجاه مننا وواصحة ولكن التوجد الرئيس أساسية وضرورية تريد التزامات على مستوى القوانين مسؤوى التوقيعات مزوزين الأشياء لفروض أن الرئيس يكون متواجد بين المكان صحيح بأنه يتفاعل عن بعد ويظهر حرص على أدق الأشياء ولكن شوف فوق الطاقة توجدك خارج المغرب ماشي فإلى أي حد كنتدبره هذا نعتبر خالل أنه تواجد خارج الميدان واستمر من فترة لنفق لابد عن هذا عكس ثانيا ما يروج وكنت من فرصة سعادة يجوع لها أن هناك تأخيرات كبيرة على المستوى الحقاقات المالية منسبة العناص خلي عندك الجواب عادل هل نجو عندك بعض لحظات كيف ندوز مارس إكس بريس مع صديق دي نيون جودا ونجو نأخذ الجواب عندك عادل نهار جمعة 8 يونيو بالملعب الكبير للمدينة أقادير انطلاقا ساعة 8 مساء هذا المعاش الذي يدخل ضمن المنافسات للصفيات المؤهلة الكأس العالم 2029 الذي ستجرب الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك شكرا لك يونز جودا بتوفيق النقبة الوطنية ودائما ما مندلوش دعوة تيران ديجا يكون عامر إن شاء الله في أقادير مباراة المنتخب دينا مع الزامبيال تأكيد أنت صارنا الأول على المنتخب الرأس الأخضر في إقصائيات الموديال السؤال كان واضح ديال الروحلي بخصوص شيء أول رئيس مدريقة والتاني كان بخصوص مستحقات المالية ديال اللاعبين تفضل حادي لها هالا مهم تحية طيبة سيروح لي وتمنتكم بخير وعلى خير عبد الله قبل ما نجاوب على هذا السؤال قبل لك أنت كان دوي في إطار إشنا هم المداخل ليان لا يجب كذلك أن ننسى أنه نادي رجاء رياضي كي يسافد من واحد الدعم كبقي الأندية في جهة الدار البيضاء منقسمة على قسمي أولا لمن حدي المجلس المدينة مشكورين الدعم ديرهم النادي وكذلك الدعم ديرهم غرياضي وكورة القدم الخاصة وثانيا المنحة السنوية التي تأتي من جهة الدار بداستات هنا سنكون حبست في إطار جنيه المداخل اللي عندنا واحد المداخل الملعب جوج المستشيرين ثلاثة المداخل ديال الجهة والمجلس المتخبة ورابعا ورابعا مداخل النقل التلساسي دبا نجيب لنجيب لنجيب على السؤال السر روحلي السؤال السر روحلي لا يخفى عليك أستاذ وجميع ورائي العام بأننا نعيش موسم ستنائي طبعا إذا جينا نشوف أشياء المؤترة بطريقة مباشرة للسر العام والسر العالية المؤترة نقدر نقول أنه ليس غياب رئيس وشيء المؤترة المؤترة هو غلق الملعب نحن دبا الآن إلى سهول تيني كم سؤول وكم سيئ داخل مكتب ندر رجاء رياضي وقلت لي وحط لي وحط لأي الأشياء الاستثنائية اللي نحن كان عاني ومنها الآن رهي غياب المداخل الملعب ثانيا أنا أتفق معك أنه وجود الرئيس هي مسألة أساسية وضرورية إلى أنه الآن في الظروف الحالية مدى السنة أن نفعل إلى أن نتعايش مع الوضع وإيجاد حلول البديلة الحمد لله أنه الآن العالم أصبح قرية صغيرة طرعي عن الظروف صحية فهو خارج المغيب هذا لا يعني بأنه ليس في تواصل تام ويومي مع جميع الأعضاء مع اللاعبين مع المدربين مع جميع أعضاء المكتب المدربين في تدبيع جميع أمير فات وهذه حقيقة وواقع إحنا ما كان تفيدوش أنه نشارك هذه المعطاية هذه يعني لغاية هذه اللحظة هذه لغاية هذه الموسم غياب رئيس من الحضور دياله فعلا هو ليس بمسألة المؤتئة في أي شقي من تلبيع المسائل لأنه تسيرية إلى نهاية الموسم ولكن إن شاء الله سنشوفوا كيف ينزيدوا بعالقدام فيما يخص الوضعية المالية هذه نعود نقول بأنه من المستحيل إلا كنا ندويه إلى سميته إلا أنه نشتغله في إطار إمكانيات المتاحة لنا ما يمكن شرمكين نشي معادلة رياضية أو حسابية اللي غدا تخرجنا ماليا وهذه الوضعية اللي حنا فأعتقد أنه جميل أندي اللي عنده مشكل أو لك تعتمد بصفة كبيرة بقدر كبيرة علان مدافية الملعب غدا تقدر بش تخرج من هذه الأزمة هذه إحنا إلى غاية اللحظة هذه إلى غاية اللحظة المكتب الموذيع صار في جميع الرواتب ديال هذي الموصيم اللاعبين تقن تقني باستثناء الراتب ديال شهر أبريل اللي يتم تدبيعه إن شاء الله في هذه الأسبوع هذه من ناحية من ناحية الثانية وش الرواتب ولي بريم بزوج ساليرو بريم أنا جاي أنا أمشي معك بتفصيل دقاء بش الجامعة يسمع فيما يخص الرواتب جامعة الرواتب مدفوعة باستثناء الراتب ديال شهر أبريل الذي سوف يتم صرفه إن شاء الله هذي الأسبوع فيما يخص منح المقابلات منح المقابلات منح ديال المقابلات فهي مدفوعة فيما يخص مسابقة البطورة آخرية ريال فيما يخص أشطر التوقيع ديال اللاعبين باش نجوبكم إحنا كم كتب مديري الخطة أو استراتيجية اللي عمل لنا كانت مبنية على تسديد هذي الأشطر انطلاقا من مداخيل الملعب فبليجة القوة القاهرة وتقفل الملعب فنحن نعيش واحدة المعضلة ديال كيفية تدبير أو دفع هذي المينح هذا لا يعني بأنه المكتب المديري رغم ربا إيديه وما كان دياله بالأكس نحن نشتغل في إيجار حلول بديلة الغلق الملعب وضايع هذي المداخيل ديال الملعب باش نشاء الله أنه مباشرة بعد نهاية الموسم سوف يتم مصرف واحد الجزء كبير من هذه المستحقات لللاعبين اللي كنبغي نفتحه واحد القوص عبر منبغ ديالكم باش نشكر جميع اللاعبين اللي عنا بتقم تقني وجميع الناس اللي كيشتغلوا معنا يعني الصبر ديالهم معنا كمكتب مديري مع الجماهير ديالنا ورغبة ديالهم في إسعاد هذ الجماهير اللي متعطشة إلى الأرقاء يعني لو لا تفهم لهذه اللاعبين للوضع الحالية ولولا ما كانش عندهم تقف هذي المكتب المديري الحالي لا أعتقد أنه كانت الأمور غدا تمشي بهذه السلاسة يعني بخلاصة بغير نقول لك فعلا لأنه لاعبين أولاد الناس اللي كانش كورهم بواحد بواحد وبيدون سيدنا لأنهم يتفهمون الوضعية وصابعين معنا وغادين معنا يد في يد يعني كاللحمة واحدة وكان احنا كان وعدهم وما رك يعرفهم زيان لو من كان وعدهم ما رك كانوا فيه الوعد ديالنا أنه إن شاء الله بإذنية تعالى مباشرة بعد نهاية الموسم نحن نشتغل إن شاء الله لتتبيع واحد جزء مهم وكابيع من هذا الميناح من هذا الأشطور لتوقيع للموسم 2023 2024 إيمانا مننا بأنه عارفين أنه تحدية المستقبلية للموسم القادم فيها بطولة فيها كأسعج فيها عصبة الأبطال اللي الراجاء ستكون في أحسن مستوى براكة إزديالها وبتطعيمة الجديدة ستكون إن شاء الله من أجل تشايف كرة وطن كرة قدم مغيبية وكذلك تشايف جماعيه ديالنا والذهاب إلى أبعض نقطة في المصابقة شاء الله أتمنى لكم توفيق في دوري أبطال أفريقيا طبعا تدخل عبد الحق السوادي مساء غير لأخي ألا 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 غير من المدخلة ديالك عادي لك نظن بأن أرجعتين الفطرة ديال السملالي معها الله رحمهم هو نكبان واحد تلاحم يعني وهذا ولي كان القوة الفريق الراجع يعني تلاحم على مستوى المكتب يعني التفاف حول الرئيس يعني هذه كلها نقاط إيجابية على أين أسمعت الموضلة ديال الملعب وليس نعيش هذه الأمور هذه معاكم هذه نعرف هذه الأمور غير هي اللي اللي بلية واش ما ما كدنش بأن الراجع لم يستمر في النتائج ديال الحضور في كأس العالم الأندية والقاعدة الجماعية العريضة دياله خاصة في ميدان ديجيتال ماركوتينج واللي بغيت نعرف أنا من خلالكم ما هو يعني المشروع الآني والمتوسط بالنسبة للمكتب المسير الحالي فهذا المدمار هذا مرحبا هذه غادي مدى بشق الثاني ديال سؤال يال اللي فعلا نفكرتيني فهذا النقطة اللي هي أساسية في إطار إيجاد الحلول البديلة المشكل المالي المكتب المديري جاء بوحد توجه وحد رؤية لمختلفة في إطار تنوية المداخل الندي عبر صوائق سواء التجاري أو رقمي إلى غاية اللحظة كان أعتقد هذه سابقة بكل صراحة اللي كانت منها تستمر وكان أعتقد أنا جايبة ناجحة أنه في إطار تسويق المنتوجات الخاصة بندي العجاء الرياضي في إطار تعاقدات مع شركة ديالنا أنه سطع لن نجلب واحد المبلغ اللي هو مهم تقدر تقريبا وحد ثلاثة المليون جال درهم إضافية اللي مع مرة كانت زائد المداخيل اللي ندرنا عبر بطاقة تراجع والمقدار تقريبا بوحد 130 أو 20 مليون ديال سنتيم يعني كان ديو علم مداخيل جديدة نوعية مع مرة كانت كانت من أنه المكتسر نحافظ عليها في سنوات هادو بيرمون ديش طال هادو كل مداخيل رقمية اكزاك ديم هادو تقريبا واحد مداخيل رقمية 450 مليون ديال سنتيم اللي كانت تمنى احنا أنه التصور نطور ونزيد منها باش أنه تهي مستقبالا تولي من بين المداخيل القارة اللي كيتام ديال النادي في تصور المالية ديال هذا من جهة بالنسبة لأهداف ديالنا القصية والمتوسطة البعيدة لماذا أنا غدي مداخ مداخ بالأشياء البعيدة لماذا نحن نطمح نحن نشتغل وفق واحد البرنامج اللي إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى أولا 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 الهدف الأول وهو خلق واحد الاستقرار داخل مؤسستنا درجاء الرياضي انتم ما قد عرفوا أنه من موسم 2017 إلى غاية اللحظة يعني سبع سنوات ومؤسسة نادي العجاء الرياضي ما قد راش تلقى ذلك الاستقرار التسيري والتدبير دياله ما يمكنش يكون هناك لكننا نبحث على نجاحات متوسطة وبعيدة لماذا وبغين أنه نشوف النادي ديالنا في مصف الأندي الكبير سوى إقليميا أو لقاريا أو لدوليا هذه النجاحات لا تتحققوا اعتباطيا وما يمكنش ننخلي النجاحات المرحلية تكون الشجرة التي تخفي الغابة يجب وضع أسوص عمل مبنية أولا لكضم الاستقرار حتى يمكنون محاسبة المكاتب المديرية على مدام إصداقيتها في إنزال المشاريع والوعود الانتخابية ديالي الكجيبية فما يمكنش أنه نحاس هو مكتب مديري أو رئيس أو لأي مكان وهو يدوز عام أو لعام ونص في المنصف دياله مستحق وفي هذا الإطار هذا لا يمكنش أن نرجعه ونبدأ نحاسبه المكاتب السابقة وشي نجحات أو لفشلات أنا كنقول لا يمكنش أن نحاسبه لأنها لم يكن أخذت الفوصة الكاملة في الاستقرار من أجل الناجح الهدف الأول وهو خلق واحدة أرضية وقاعدة الأساسية ديال الاستقرار أولا اللي هو غيمكنك من تنزيل البرامج ديالك ومنك تشتغل أرى دائما وأبدا غاديكون قرارات صائبة وقرارات خاطئة إحنا في التصوى ديالنا وعيين ووضعين ميكانيزمات داخلية اللي كان أعتمد عليها افتخذ القرارات باش نقصوا من هاميش الخطأ هاميش الخطأ أرى ماشي فقط نجده باللائبين أولو التوقيع مع المداربين هاميش الخطأ في كل شي يعني افتع قودات ديالنا سواء مع اللائبين اولو مع شركة اقتصادين اولو مع أي واحد شي غير موضافي لكننا غادي نجيبوه خاصنا نعرفو شنا هو هاميش الخطأ ديالنا وقدم مصر غير ذاك هاميش الخطأ قدمه كيكون الاختيار صائب وكتكون النتائج مضمونة لونك هذا هو المدى البعيد هو خلق واحد الاستقرار اللي يمكن نحنا في واحد الارضية اللي هي صحيح اتشني كنت منه طبعا ندي رجاء غادي نقص من لامارش ديرير سيفري تفضل صحيح بالنسبة الاهداف المتوسطة لماذا؟ هي اولا المحافظة على النساق التصاعدي فيما يخص الشقة الرياضي كيف ما احنا كان نطمحو انه لقوا ارضي هذه الاستقرار كثيري كان نطمحو كذلك وكننشتغلوا من اجل خلق واحد الاستقرار الرياضي بالاعتماد على واحد طاقم تقني معين لواحد لمدة معينة والمساعدة ديروف انزال وتنزيل لك تصور التقني ديالو المساعدة سمعي قطعتك عادي الفد النقطة يحتي نسمعو ديما اخبار لزينباور وفي قطار وانا في امارات وتمال هادف ديالكم ان لك المدى المتوسط البعيد يكون طاقم تقني كون استقرار مع أي طاقم تقني وقد تقصدو الزينباور والطاقم ديالو اخبار لحنا الزينباور شوف راجا دائما ماددة تسمي الاشاعد او الاخبار شوف عمشي زينباور علي الاشاعد راح سينا في الجيش مالكي تعو علي اشاعد احنا نحنا نحنا نريح في اطار ما هو تعاقودي حتى العقد دينا مستمر مع المتلعب. عندنا الواجبات ديالنا وعنده الاتزامة دياله. إلى غاية هذا اللحظة الأمور غادة فينسية بيعادية شريك ديالنا في إطار وضع التصوير الموسم القادم. هذا هو الجواب ديالي السيئيو. إحنا نشتغله ونحاول نحققه هذا الاستقرار التقني. استقرار التقني المحافظة على العارضة التقنية وكذلك المحافظة على الوساطيوغ لكي بلعتنا وتطعيم هذا الفارق هذا من أجل الموضي إن شاء الله إلى بعد نقطة في عصبات أبطال. إن شاء الله هذا هو الهدف المتوسط. لماذا؟ والعودة إلى منصة التتويج إن شاء الله محليا وقاريا لأنه حتى التتويج والتواجد بشكل مستمر سواء في عصبات الأبطال أو للجميع أنواع المسابقة الأفريقية فحتى هو واحد الهدف مهم. أنا نشرح حولك السيئيوب وستع معي الخاطر. وكان حتى إذا طولتك. أنا عبر من بعض إليكم. أريد أن نسيقات صنات وخصوصة الجماهي لدينا تفهم واحد المسألة. إنه مثلا هذا الموسم هذا الموسم هذا الموسم اللي احنا فيه كان اديو التامن الفاشل الرياضي دينا في الموسم السابق كيف؟ قول لي كيف؟ أنا نجاوبك كيف؟ الموسم الموسمين السابقين اللي قبل المرحلة الأخيرة كنا لعبنا نهائي نص نهائي عصبة الأبطال ولعبنا كذلك وربع نهائي كأس الأبطال وقبله سنتين فزنا بجوش ديالك وقوز ديالك الكأس الكون في دارة الإفريقية لعبنا كأس سوبر مزيان الغياب على المصابقات راكي كله في خازينة النادي مايقارب 15 مليون كيل تعم مليون ونص عدم مشاركة فقط عدم مشاركة مش نحطكم في الصورة انه الغياب على المصابقة الإفريقية بحداته راكي يكون عندك عجز عجز مداخي كانت عنك كذلك يؤثر على ترتيب الفارق فيما يخص ترتيب دياله الفريقية ومقاريين مما نعكس سلبا على عدم مشاركة ديال الفارق لا سواء سوبر ليك أو لا في كأس العالم الأندية لذلك هذو ما الأهداف المتوسطة لماذا؟ إلا بغينا نتخلق واحد استقرار مالي وتكني وإداري فراخص الشق العياضي والشق الإداري والتدويري كيمشي يدا في يد يعني بغتالي صار راجا ما خصدت تغيب على الشمبيون سيك بغتالي الحضور دائم صح لأنه الغياب على المنافسة القارية لم يكن غياب على المنافسة القارية لديهم عكاسات لديهم عكاسات تعلى صورة ديالنا مع المشهين ديالو خصوص بيكون عندك واحد الشاي اقتصادي لسنوات أتواراً دائم معك واحد العقد من أجل تصوك الصوع الهوية البصرية ديالو لا سواء داخلية لا سواء خارجياً يعني خصنا نوعها وبدل نظرة الشمولية ديال أي نوع وأي راجاء إحنا بغينا بغينا راجاء اللقب مرة كل خمس سنوات أو بغينا راجاء جديدة للي أنها تتسيد الكورة الوطنية والإقليمية والقارية وشونا تراجع تاريخياً عادي لها لك لانتبطت مشاركات خارجية سؤال ديال جامل سطيفي شكراً أيوب تحيال السعادين يعني أنا سمعت المدخلة ديالو فيما يتعلق يعني بالأمور يعني النتيجة الريادية وفيما يتعلق أيضاً يعني الأمور استراتيجية وضرورة يعني التمييز بناتهم وذا كيكون ديما خطاب المسؤول ما يمكنش يكون خطاب مشجع يعني أنا مشجع يطلب نتيجة الآنية يطلب نتيجة ديال نهاية الأسبوع يطلب يعني الألقاف يعني كنتنتقل من خانة إلى خانة طبيعي الحال الخانة دي المسؤول ديما نخصوا الوقت يعني باش أنه يحقق النتائج ولكن في إطار الاستشراف يعني البعد الاستراتيجي أيضاً يعني تكلمتي على يعني الخسائر الكبيرة ديال المداخل الملعب اللي ستتصل إلى ثلاثة ملايار سنتيم أو ثلاثة مليار ومئة مليون سنتيم بالنسبة للفريق الرجا هو رقم يعني كبير جداً وأنا كنت تذكرتي في اللقاء السابق كنت اطرحت أيضاً على استعادل سؤال حول يعني بالنسبة الوضعية المالية فيما يتعلق لأنه كان أيضاً نزاعات يعني كان أيضاً أشطر المنح ديال الأشطر ديالتوقيع لما أبيت حل في ديال هاد المداخل اللي هي ديال الملعب صحيب أنك تسأديها وبتالي صراحةً اللاعبين ديال فريق الرجاء يستحقون تحية لأنه بدون أي شطر من أشطر دي منح توقيع وتقدم هاد المستوى وتبقى منافس على لقاب البطولة ولا لقاب كأس العرش فصراحةً يعني مختلف مكوناتهم يستحقوا التحية فأيضاً في إطار استشراف هاد الموسم المقبل صحيح أنه التركيز دابع اللحظات الحاسمة يعني الخط المستقيم للتنافس حول اللقاب كأس العرش وربما تفهموا حتى التحفظ ديال الممسؤول لأنه يحفظ على المنافسات وطبيعة التدبير المرحلي فإلى يعني زدنا المداخل ديال الملعب بالإضافة لهذا الأشطر ديال المنح توقيع يعني الملفات ديال النزاعات أيضاً المشاركة المقبلة في شامبيونس ديج وخاصة أيضاً عملية تأهيل لها فأنتكلمو كنتظر على مبلغ كبير جداً كنتظر على مبلغ كبير جداً كنتظر على مبلغ جداً ودي 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 فت الصحفي بلاتي 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 وفاش قطعت فيني وقلت يا حطانجا ما جاتش في صياق دياله أنا فهذه المناسبة دي كان بغير عاود نقول ششة قاوي اللي علي معها علاقة طيبة رئيس دي حطانجا والجماعي دي حطانجا بأنه أنا لما أقصد إطلاقاً الإساءة وكيفما أنه إذا كان العطابة وزلة الليسان في المداخلة ديالي معكم في المنبر ديالكم فإن من هذا المنبر هذا كانوا وجهة لهم تحقية وتقضية ودي روح إيجادة وقد أقدم لهم اسميه العتيضة إذا تم يسائل فهم ديال أجنوب ويدنغو بالأكس التحطانجا بارك كبير وعنده جماعي كبيرة ونحنونا تطلع إلى لقاء الجماعيين إن شاء الله في المقابلة لدينا مع التحطانجا لأنه علاقة طيبة مع الوكالناس وقد أريد أن نصدر القول زل ديالك مع ده علاقة بسؤال ديالي هل أنت مسؤول على ما تقول يعني إنما أنا تطلع لك السؤال في الحال شوفر بأنا مسؤول على ما أقول لكن أنا لسه مسؤولا عما يفهموا الأخرون هذا هو لها تشرحتي الأخرون وطينا رأيقا أطرحنا السؤال فقط ما كنتم شي إشكال أغير هو نرجع نجاوبك أسي جمال المسائر بسيطة جدا أنا منك أن أقول لك الملعب مسدود وعندي خسائد ثلاثة مليات سنتيم رأيقتي الستراتيجية المالية ديالي رأيت 22 مليون ديالا بيكتر ندخل الملعب رأيقتي نخلص هذا الأشطور وكيف ما قلت فجوة سيروح لي نحن لو كان مكتب مديري رأيقنا نشتغل مش حال هذي في إيطال تدبيع هذا المعضلة هذي اللي إن شاء الله بقى نهاية الموسيم غادي نكون أنه توفقنا بإذن الله في إيجاد بعض الحلول البديلة لتخفيف من وقع هذي الأزمة في انتظار في انتظار التفاق أنا نقاطك عودتين هل شهد الحلول البديلة هل شهد الحلول البديلة اللي ممكن تلقوا ما ينكرش في أن نشارك معك يا سي جامل هناك حلول بديلة عملية عملية أنا ما تشاركش معي أنا أمس أبعا المستمعين للمستمعين وهنا كمكتب مديري نشتغل بيجد من أجل إيجاد حلول البديلة اللي نقدر نقول لك يا سي جامل وهو الحلول البديلة اللي غدا تمكننا من تعوض هذي الخسائر المالية هي كلها حلول بديلة قانونية واقعية منطقية فتعتمد بالدرجة الأولى على تصويق هوية وكايا وتائخ وجمعه نادية رجاء رياضي مع الشركاء اقتصاديين ديالهم وإعادة بناء التقاف مؤسسة نادية رجاء مع الشركاء ديالهم اللي كلهم بينوا على رغبة كبيرة باش يطوروا الوقود ديالهم معنا هناك مشهين جدد يعني نقول لك صراحة الناس شدة الصف إذا هنت أشركتهم مع ندبة هنت أشركتهم مع ندبة الحلول البديلة هتشركتهم معنا لا ما أدخوش معك في تفاصيل الكيفية هناك أشياء نوعية جديدة أنا مسؤولتكش عن الكيفية السعادية لأنا قدت لك الحلول البديلة بحالش يعني أنا مسؤولتكش عن الكيفية بحالش مهم بحالش بحالة في إطار تنويع تسويق وفي إطار وضع واحد كنا سياسة تنزيل واحدة سياسة جديدة في إطار التعامل مع الشركاء ديالنا اللي الأمور غادة في طريق صحيح في طريق صحيح وإحنا على يقين نتعام بأنه إن شاء الله من النهاية الموسم غادي نكونوا ضبرنا واحد القدر مالي مهم جداً من أجل صديد المؤخرة من صحيحين فضل بعض الأمور جادة ممكننا إلا ندعموه وكنت بناء هنا تكون واحد إتيفاته في إطار جبر الضرر والمساعدة ديالنا لأن ديال مغيبية وما عندش ملاعب خاصة ديالك كانش نقاش فاتيجاه سعادة ديالك كانش نقاش مع المؤسسات فاتيجاه؟ هناك نقاش هناك نقاش وانتقد عرف أن المؤسسات تشتغل في إطار تلبيه الملآم والميزانيات يعني شوف غلق الملآب كان واحد القرار لما كانش أربما مبرمج كيف ما إحنا نعاني من نقاق قوة قائعة أي جهة تلتفت لها وسط الموصيم وغدتقول لها أعطني تعويد وغدتقول لك أنا ما خاش عندي في البنية الجانيالي واضح رد واضح الوقت الوقت كده همنا مخشوق سعادة أنا غير التفاعل مع التدخل للسعادة وكان هني على لغته السليمة واختيار المفردات أولاً بالنسبة للغياب الرئيس كل عدو التفويض على التوقع هذه في عوجالة ثانياً ذكرتي بزاف العلاقة الطيبة خاصة مع فريق الاتحاد طنجا أنا السؤال اللي عندي وش كان ضروري أن فريق الاتحاد أو فريق الرجاء البيضاوي يوضع شكاية بمدرب دي الفريق الشماليكي اللي تقدر تصريح عام ما فيه لا معنى بعد لا من القارب أو لا من بعيد لإشارة الرجاء مزيان سيروح لنا نصلكو أحد سواء سواء نبدو نشتغلو في إطار العمل المؤسساتي مزيان هاذا نبقى لعلاقة التوقيع للغياب الرئيس أو العلاقة مع الجيش ملكي أنا ردي نجاوبك بدور الشطر تشاني وبخيزان السعادة أنا جوجد خيخ بالضبط أنا أسئلة المؤكبة كان بريدي مبدأ بالشطر التاني حتى هو أخر حاجة كنسمعها بش نرجع الشطر أول أو كاون سيتي حاجة فيما يخص المسألة صحيح دي المدرب نحن كنادي نحن كنادي كان أعتابع بأنه كان هناك سابقة في الماضي القارب سابقة تتجلى أنه كان عندنا مدرب في جمال سلامي في مجهوري التحية من هذا المر أنه قال واحد ما هي تصريح إعلامي ما هي تفندها صحفية فهي سألة صوتية موسى رابة محادثة شخصية ما يقول فيها؟ ما يقول فيها الهي غلبي عف فتم توقف دياله بناءً على شكاية ولا جوسيبة مويد تم توقف دياله بناءً على ذلك نحن على حسب القراءة ديالنا التصريح ديال مدرب الجيش الملاكي والمقارنة دياله 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 بما هو سابق قدمنا الشكاية نحن اللي خلصنا نعرفوه هو أنه الانسان كي يقول لك الحق يؤخده ولا يعطاه نحن نمشينا في إطار المستارة التي يخولها لنا القانون إنسان ما عندنا شي علاش يلومنا علاش ديالنا الشكاية علاش نمشينا للجنات الأخلاقي هذا حق ديالنا هذا حقنا الخضر المشيو ولكن القارع الأول والآخير لماذا كي يبقى؟ كي يبقى لجنات الأخلاقيات إذا شاف بأنه هناك تصريح يتجاوز حسب القراءة دياله للنازيلة يتجاوز حدود الله باقه وكذا وكذا هي غدت تأخذ الحكم دياله غدت يكون سريع للجامع لقات بأنه القراءة ديالنا نحن مجاني بالصواب نحن نحتشي مشكل نحن لك مؤساسة نحن نشوفه جميع الأشياء اللي كتدور اللي تقدر تكون مؤتيها سواء بالنسبة لنا أو علينا كنحاول بأنه نستغلوا دياله هادية دياله مفاجزة أنا شي حاساسية أولاده بالأكس اللي كحسب راسوا أنه عنده الحق في واحد الجهة بإمكان لي أنا وديه يسارة ديالت تضلوا والجهة المخصية اللي غدا تحكم نعم ومختصار جدا الجواب على السؤال اللول عادي نحن نقلم من دقيقة السؤال اللول كان ذات فويد سياروح لي أنتشوف القانون كي يقول أنه في غياب الرئيس يحل محله نائبه الأول مزيان فيما يخص المسائل التعاقدات ديالنا سوى المحل سوى رئيس أو نائب أمي المال شير retrouve نيط هذا المسألة عادية على جميع جمعيات فهذا المسألة هذه هذا ما نعم على المسألة بسيطة جداً لا تشي حاجة عادية لا مؤسسة بنكية من يمكنك مشي تضيف الإمضاء ديالك هذا ما عنده من الخصيدي يقعلك يشوفوا وش هذا الإمضاء ولذلك الشخص عنده الأهلية القانونية على حساب النظام الأساسي وقانون الدخلي ووش اسم دياله موضوع عند سلطة المختصة ووش صفة دياله صحيحة يمكنك نشوف الأمور المالية تسير بنسية بيها آدية ومع ماركة نش إشكال واضح جاوب ديالك ومنه توفيق في نال مول فريق الرجاء الرياضي وشكراً بزاف على المداخلة ديالك يوم عادي لهالا شكراً